عايزين نتكلم عن حاجة مهمة جدا نهاردة كان حد بيكلمني الحقيقة عن دور الاشعة المقطعية في تشخيص كورونا وقلنا انه الاشعة المقطعية في تشخيص كورونا هي الاساس هي الفيصل يبقى هي الفيصل طيب لما احنا بنقول انه الاشعة المقطعية الفيصل طب ايه مشاكلها فاهم مشكلتين الاشعة المقطعية مشكلة الاولى بعد ما احنا قلنا انها حجر الاساس في تشخيص كورونا انها نمر واحد ما بتجيش بادري يعني ايه يعني ممكن حالة اصيبت بفيروس كورونا لكن الفيروس ما اصرش لسه في الاشعة المقطعية فاعمل اشعة بسرعة لو عملتها بسرعة ما تبانش فنفهم غلط ان الراجل ده ما عندوش كورونا وهو عندو بس لسه لإيه الفيروس ما ضمرش الرئة او ما اصرش في الرئة او نتيجة الفيروس ما بانتش في الاشعة في الرئة فكده اداني مفهوم خاطئ او نتيجة خاطئة ان الرجل ده ما عندهش حاجة هو عنده ايه تاني كمان بعض الحالات بتبقى الرئة متدمرة بالذات بعد الفيروس ما يتمكن من الانسان ساعتها على طول بلاقي صورة انا كدكتور بزعل اول لانه بلاقي الصورة متدمرة الرئة متدمرة من فيروس كورونا فبزعل جدا لكن بالتجربة والتراكمات اللي حصلت لقينا فعلا ربنا ولطف ربنا بيلم بهذه الحالة وبتتحسن وترجع هيلة جدا 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 علشان كده دول كانوا اهم ثلاث معلومات قلناهم عن الاشعة المقطعية طيب تعالى ليه المسحة المسحة الحساسية بتاعتها 60% وناس كتيرة لما بيسمعوا الكلمة دي مني يقولوا لي الله طب يا دكتور حسين لما المسحة 60 يعني 40% المسحة دي غلط طب احنا بنعملها ليه بنعملها لان احنا ما لقناش احسن من كده المسحة اللي حضرك بعض الناس بتروح تجريها 60% الحساسية بتاعتها الحساسية يعني درجة نجاحة 60% بس احنا يعني لو خدنا 100 واحد عندهم كورونا واحنا عارفين وودناهم عملوا المسحة فيه 40 هيطلع ما عندهمش بالكذب وهم عندهم بس الستين اللي هيطلع عندهم دول عندهم بمعنى اكدولي 40 لكن في اللي نفهولي في ناس عندها كورونا بس اللي اكدهم لي اكدهم لي يعني انا لو لقيت حاجة حساسيتها او نسبة نجاحة اعلى من 70 هعتمدها بس كانت دي المسحة 60% طيب برضو احد الحاجات اللي اللي تراجح فيها العلم شوية تأثير فيتامين سي في المناعة في حين انه تأكد انه الزنك له دور هيبقى لو رتبنا مين الاهم في المناعة الزنك ولا فيتامين سي لا الزنك الطاقة